اهلا بكم الى حلقة اليوم من برنامج ضيف الاسبوع ويسعدنا ان نصطدف اليوم علم الاثار الاستاذ هامان باتسنجا رئيس اكبر مؤسسة ثقافية في المانيا مؤسسة التراث الثقافي البروسي في برلين اهلا بك معنا اهلا بك اهلا حدثنا سيد باتسنجا بداية عن نشاط ودور مؤسستكم الثقافية ان مؤسسة تراث الثقافي البروسي مع اكثر من الفي عامل وموظف تعتبر بالفعل اكبر مؤسسة ثقافية في المانيا وفي العالم ربما تمولها الحكومة الالمانية والولايات الالمانية المختلفة وهي لا تضم فقط 16 متحفا في برلين بما فيها المعروضات القديمة انما ايضا مكتبة الدولة في برلين وفيها اكثر من 16 مليون كتاب بما في ذلك الفنون والاتب والوثائق وصولا الى الموسيقى كل ذلك جمعت تحت سقف واحد وهذا شيء متميز بالطبع ولكن لدي سؤال يعني مقتنيات المتاحف التابعة لهذه المؤسسة لا تقتصر على التراث البروسي ولا حتى الالماني ففيها التراث الاسلامي والتراث المصري القديم والسوري والاغريقي والروماني وغيره لماذا هذه التسمية اذن؟ حسس المتاحف في برلين تعود إلى القرون السادس عشر والثامن عشر والكثير من المقتنيات تعود إلى هذه القرون وبعضها إلى بداية القرن العشرين ولكن المقصود لم يكن منذ البداية ليس عرض التراث الثقافي البروسي والالماني فقط إنما المقارنة بين الثقافات المختلفة وعرض هذه الثقافات وكان الإسلام منذ بداية القرن العشرين حاضرا في ذلك وتعود الفكرة إلى السيد فون بود أن يتم عرض الفنون الإسلامية أيضا كجزء من التراث الغربي لأنه لا يمكن فهم أوروبا بدون التراث الثقافي الإسلامي والعكس سنتطرق لاحقا للغنى الثقافي لهذه المؤسسة خلال حوارنا ولكن دعني أسألك سؤالا شخصيا إلى حد ما كيف توفق ما بين منصبك الإداري كمدير لهذه المؤسسة الضخمة ونشاطك الميداني كعالم آثار بالفعل إنه أمر صعب فإذا توليت منصبا كهذا فلا تستطيع أن تتواجد في الخارج في مواقع التنقيب فمهمتي الآن أن أدير هذه المؤسسة الكبيرة وأن أدير التعاون الدولي أيضا والمسائل الإدارية وبناء مؤسسة هومبلت في وسط برلين ومشاريع الترقيم من أجل توفير الفنون والثقافة عبر الإنترنت وهناك الكثير من المشاريع المشوقة والتي استمتع بها أيضا وأنا أيضا أقوم بالتنقيب ولكن ليس كما كان في الماضي إنما فقط بفترة محدودة كل سنة يعني من حصن حظنا ربما أو خسارة لا ندري فالمنصبان مهما جدا سنتابع الحديث معك ولكن بعد التقرير التالي الذي سنستعرض فيه أهم المحطات في السيرة العلمية والمهنية لضيفنا الرئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي هيرمان بارتسنغا ليس عالم آثار مهما فحسب بل هو سفير الثقافة الألمانية بامتياز بدأ عشقه للآثار في سن مبكرة فدرس علم الآثار ونال شهادة الدكتوراه وهو لم يتجاوى السن السادس والعشرين ثم درجت الأستاذية وهو في سن الحادي والثلاثين كان أول عالم آثار يحصل على جائزة لايبنيتس التي تعد أعلى جائزة ألمانية تقديرا لجهوده العلمية وقادته جولته العلمية إلى دول عربية عديدة من بينها مصر وسوريا واليمن حيث وضف مهارته الدبلوماسية لتوثيق التعاون الثقافي وخلال الفترة التي تولى فيها إدارة ثم رئاسة المعهد الألماني للآثار أجرى بارتسنغا حفريات عديدة في سهول آسيا الوسطى تكللت بنجاحات مبهرة أكسبته شهرة عالمية إذ اكتشف عام 2001 قبرا لأحد النبلاء السكيثيين في جمهورية توفا يضم الآلاف من الآثار الذهبية ووصف هذا الإنجاز العلمي باكتشاف القرن كما عثر عام 2006 على ممياء مجمدة لمحارب سكيثي في جبال ألطاي لكن بارتسنغا لا يمد الجسور مع الماضي فحسب بل ومع الحاضر أيضا فبالإضافة إلى اللغات الأساسية في علم الآثار كالإيطالية واليونانية يتحدث بارتسنغا عشر لغات أجنبية تسهل مهمته التفاوضية والعلمية كسافير لسياسة ألمانيا الثقافية ويستمد بارتسنغا طاقته من ممارسة رياضة الجودو التي حصل فيها على الحزام الأسود وشارك في بطولات عالمية ومحلية فاز فيها بعدة ألقاب ونظرا لكفاءته العلمية اختير في مارس 2008 لتولي رئاسة مؤسسة التراث الثقافي البروسي التي تعد إحدى أكبر المؤسسات الثقافية في العالم وتضم المؤسسة سبعة عشر متحفا من بينها متحف بيرغامون الذي يعرض طيفا من النتاج الثقافي الحضري لمنطقة الشرق الأوسط كل هذه المحطة تجعل من بارتسنغا مواطنا كونيا ذا ذهن متوقد وثقافة واسعة تنهل من الماضي لتثر الحاضر والمستقبل سيد باتسنغا لنعود للحديث عن منصبك كمدير لمؤسسة التراث الثقافي البروسي في برلين تراث الثقافي البروسي في برلين ولنقاربه من زاوية مختلفة إلى أي مدى يلعب منصبك هذا دورا ديبلوماسيا وسياسيا؟ إن مؤسسة التراث الثقافي البروسي كأكبر مؤسسة تعنى أيضا بالحصول على المقتنيات للمخطوطات العربية القديمة وهي تعتبر شريك هام للتعاونات الثقافية مع الخارج بالطبع فمعهد جوتي هو أكبر معهد ثقافي للتبادل العلمي ولكن لدينا أيضا اتفاقية تعاون مع معهد جوتي بحيث أن معهد جوتي يعمل إلى الخارج ونحن نعمل في الداخل ولكن من المهم مع ذلك أن نتعاون دوليا من أجل أن نظهر بأن هذه المؤسسات الثقافية لا تعتبر فقط وطنية إنما أنه يجب فهم الثقافة باعتبارها عالمية ويجب الإشارة إلى الترابط بين الثقافات المختلفة ونفعل ذلك عن طريق برامج دوعية وعن طريق إقامة المعارض في الخارج قبل أشهر قليلة كان لدينا معارض في بكين وكانت لدينا الكثير من المعارض في بلدان عربية وغيرها من البلدان في العالم وهذا يرتبط أيضاً مع التبادل بين العلماء وأظن أن ما لدينا من طاقات وإمكانيات توفر الحوار بين الثقافات أيضاً وبشكل عكسي هل تلعب السياسة الألمانية من ناحية وسياسة البلدان التي يجري التعاون معها ثقافياً هل تلعب دوراً في عملكم؟ السياسة الألمانية تلعب دوراً بحيث أن إذا كان هناك إرادة من أجل العمل التقافي في الخارج فلابد من التنسيق بيننا وبين بزارة الخارجية الألمانية لأن وزارة الخارجية الألمانية تمول أيضاً معهد جوتي والكثير من المراكز الأخرى لأن السياسة الثقافية تعتبر من قلب عمل وزارة الخارجية ولدينا كثير من المشاريع التي تمول من وزارة الخارجية أيضاً هناك رغبة لدى القائمين على المتحف المصري الجديد الذي سيفتتح عام 2015 هناك رغبة في أن يستضيف افتتاح هذا المتحف رأس نفرتيتي ما مدى إمكانية تحقيق هذه الرغبة برأيك؟ طبعاً رأس نفرتيتي موجود في المتحف المصري ببرلين مجرد توضيح نحن نفهم أن هذه الرغبة قائمة المشكلة أن رأس نفرتيتي لا يمكن نقله إلى أماكن بعيدة فهو من حجر الجيري مرسوم عليه بعدد ألوان ونحن نقوم بالتصويرات من وقت إلى آخر وهناك بعض التشققات الصغيرة داخل التمثال وبالتالي يمكن أن يؤدي أي نقل لهذا الرئيس إلى مكان آخر إلى تشققات أكبر وهناك الكثير من المعروضات التي لا تتحمل السفر لأنه لا يمكن اتخاذ مسؤولية ذلك هل تغير وضعنا فيرتتي ما بين لحظة اكتشافها ونقلها إلى ألمانيا واليوم حيث أصبحت الانتقال مؤذياً أو خطراً بنسبة لها؟ هذه نتائج أبحاث متوفرة اليوم مع التقنيات الحديثة والأهم أن نحمي هذه الكنوز الثقافية العالمية ويجب الحفاظ على ذلك عندما نقلنا التمثال من المتحف السابق إلى المتحف الحالي داخل برلين كنا نراقب ذلك مع الحساسات والأجهزة وكنا نحسب ونقيس الاحتزازات فنحن نتعامل مع هذه الكنوز الثقافية بحذر شديد وهذا مهم ولكن المهم أيضاً أنه تم العثور على رأسنا فارتيتي من دوك دوك بوخرت في تل عمارنا في مصر وهذه اللقاء يتم عرضها الآن في مشروع الدولي شامل في الكثير من هذه اللقاء لم يتم تقييمها إلى الآن بشكل شامل والمهم أن يتم ذلك في فريق الدولي وبالتعاون بين الألمان والمصريين أيضاً وهذا النوع من التعاون يجب توسيعه أيضاً يعني نفرتيتي جزء من التراث العالمي والمتاحف الأوروبية تعوج بالتراث العالمي وهو في الوقت نفسه تراث محلي لشعوب في أماكن أخرى من العالم كيف تتعاملون مع هذا الموضوع مع احتواء المتاحف هنا في أوروبا على التراث هو عالمي ولكن في الوقت نفسه قد يعود إلى شعوب أخرى وفي قرات أخرى حتى يعني إلى أين تنتمي هذه اللقاء الشعوب لا تتطور بشكل رئيسي ومستقيم فالألمان ليسهم نفس ألمان ما قبل ألاف السنين ولكن من ناحية أخرى أيضاً اليوم لا نقول إذا عرضنا لوحة لبيكاسو لا نقول أيضاً أن هذه اللوحة يجب أن تنتمي إلى فرنسا أو إسبانيا ولكن أيضاً القوانين تختلف اليوم وبالتالي اليوم لا نقوم أن نأخذ اللقاء من أي بلد آخر إلى بلداننا والحاسم في ذلك هل كان ذلك قانونياً وقت التنقيب ووقت العثور على هذه اللقاء ونحن جديين في ذلك قبل أشهر نحن أرجعنا قطعة إلى تركيا كانت موجودة في برلين منذ مئة عام وكان الخلاف قائماً بين ألمانيا وتركيا منذ سبعين عاماً وعندما كنت طالباً قمت بالتنقيب في تركيا أيضاً أنا طلعت أيضاً على الوثائق القديمة واتضح لي بأن الجانب التركي كان محقاً أن هذه القطعة نقلت لبرلين على أساس الاستعارة ولكن اختلف ذلك في مصر عندما قام الأجانب بالتنقيب في مصر فكان يتم الاتفاق على أن جزءاً من هذه اللقاء تعود للمنقبين والعلماء اليوم يجب أن نقيم هذه الأوضاع بشكل جديد بحيث أن تبقى بعض القطع هنا ولكن عموماً المتاحف الكبرى في برلين وباريس ولندن يجب أن تكون مؤسسات عالمية ويجب أن تتعاون أكثر مع تلك البلدان التي أتت منها هذه المعروضات والشيء المدهش في هذه المتاحف أنه يمكن داخل هذه المتاحف مقارنة الثقافات يمكن التجول بين الثقافة الإفريقية والإسلامية والأوروبية وهذا يفتح أفاق جديدة وبالتالي نتوصل إلى مفهوم جديد للثقافة العالمية طبعاً هي إمكانية رائعة بالطبع هذا التراث العالمي يجب حمايته أيضاً يعني اليونيسكو يحاول أحياناً حماية هذا التراث العالمي ولكن هناك أمثلة كثيرة لم يتمكن اليونيسكو من حماية أي شيء يحضرني هنا مثال مدينة دريستن التي خسرت لقبها أو حذفت من لائحة التراث الثقافي العالمي بسبب إصرارها على بناء الجسر واليونيسكو لم يفعل شيئاً اكتفى بتقديم التحذير ومن ثم بشط بالمدينة من اللائحة يعني كيف يمكن حماية هذا التراث العالمي برأيك؟ التراث الثقافي العالمي مثل جزيرة المتاحف في برلين مثلاً التي تخضع للترميم حالياً مع إضافة كثير من المباني الجديدة من أجل استيعاب العدد الكبير من الزوار كل ما نقوم به يتم بالتنسيق مع اليونيسكو في باريس هذا من ناحية ولكن من ناحية أخرى في كثير من البلدان في كل البلدان في العالم في العراق أيضاً في أفغانستان والكثير من البلدان حتى في ألمانيا أن هناك منقبون غير الشرعيين وهؤلاء يشكلون تهديداً للتراث الثقافي العالمي وليس هناك وعي كافي بهذا الخصوص بين الناس دائماً كان هناك تنقيب غير رسمي وتم التجارة بهذه القطع ولكن هناك الآن سوق عالمي غير قانوني عبر الإنترنت لهذه الأشياء بعد نهاية حرب العراق علمنا أنه غادرت الشاحنات بكاملها فيها قطع عراقية قديمة إلى الخارج ويجب التعاون والتنسيق في ذلك فاليونيسكو أقامت اتفاقية من أجل حماية التراث الوطني الثقافي في سنة السبعين وحصل ذلك في ألمانيا في عام 2006 فقد نحن نعمل من أجل تحسين هذا التنسيق من أجل منع التجارة غير شرعية بالقطع التاريخية أنا اشتغلت في باكستان في الشمال وهناك خلال السنوات حولت القبور القديمة إلى حفر أو في بيرو مثلاً عندما نمشي في الوديان فالعظام القديمة موجودة هناك بشكل مكشوف ويتم نهب هذه القبور منذ عشرات السنوات وهناك يضيع التراث الثقافي العالمي حتى القطع الشهيرة في ألمانيا البرونزي التي يعود إلى ما قبل خمسة ألاف سنة أيضاً نقب بشكل غير شرعي في البداية إذن ليست السرقة وحدها ما يهدد هذه الأثار و هذا التراث وإنما الظروف السياسية بشكل عام يعني ما حصل في أفغانستان عندما قامت طالبان بتحتيم تماثيل بوذا أو تحتيم المنطقة الأثرية في بابل بسبب الحرب الأمريكية في العراق يعني كيف يمكن التعامل مع ظروف من هذا النوع هذا أمر صعب لأنه في وقت الحروب والاقتتال فيصعب على علماء الآثار منع ذلك عندما أقام الأمريكان بإقامة معرض في بابل احتجأ كثير من الأساتذة حتى الأمريكان ضد ذلك عند إدارة الاحتلال في العراق وهذا عمل هم بالنسبة لنا نحن قمنا بذلك في أفغانستان أيضاً الجنود الألمان عندما ذهبوا إلى أفغانستان قمنا بتوعيتهم عندما تحدثنا لهم عن التاريخ الأفغاني والثقافة الأفغانية من أجل التوعية من أجل فهم الثقافة والتاريخ وأيضاً فهم النصب الأفغانية القديمة في البداية كان ذلك ممكن ولو حصل أيضاً توعية الجنود الأمريكان قبل الحرب أن هذه حبارة قديمة ثمينة وهي من طين وبالتالي بسهولة تضيع فكان يمكن حماية ذلك ونحن نفعل من أجل ذلك لنبقى في أفغانستان سيفتتح أو افتتح قبل فترة متحف في أفغانستان وكنتم من المشاركين في هذا الموضوع ولكن ما أهمية المتحف في هذا المكان مكان يعني ألهم الأول للسكان فيه هو البقاء على قيد الحياة لماذا المتحف؟ في البداية الإجراءات في أفغانستان كانت تدعم وتدار من قبل منظمة اليونسكو ولكن الكثير من البودان الأوروبية والغربية شاركت في ذلك أيضاً وكان المطلوب في ذلك في خصوص ترميم متحف كابل وهيرات أيضاً هو تصليح السقف وإعادة إقامة النوافذ من أجل أن يكون هناك مكان آمن للقطع الأثرية ليس فقط إقامة معرض جميل من أجل زيارته إنما إقامة مكان آمن لهذه القطع التراثية وما أهمنا من ناحية أخرى نحن فعلنا كثير من هذا الجانب نحن الألمان أن قمنا بالتعليم والاختصاصيين الأفغان التاريخيين في مجال الترميم ومن أجل الحفاظ على هذا التراث الثقافي لا يجب أن يقوم بذلك الأجانب إنما يجب أن يكون هناك حب للتاريخ هذه البلدان من قبل شعوب هذه البلدان أيضاً هل تعتقد أن المتاحف قد تساهم في بناء نفسية الشعب أو شعور الشعب بنفسه أو هويته القومية؟ نعم بكل تأكيد بخصوص أفغانستان أنا كنت نائب الرئيس المجموعة التي كانت تعمل تحت سقف اليونسكو من أجل أفغانستان كنت دائماً أقول من المهم أن نقوم بالدوعية في العالم بين الناس لأنه في بعض الأحيان يتم تخريب القطع التاريخية القديمة لأنه لا يعرفون ما أهمية هذه القطع ويجب حماية هذه الأشياء من قبل السكان المحليين ليس فقط في أفغانستان إنما حتى في ألمانيا ولا تستطيعي دولة أن تراقب ذلك وحدها التنقيبات الألمانية في العراق التي تعود إلى أربعة ألاف سنة لم يتم أي تنقيب غير شرعي خلال العشر سنوات الأخيرة لماذا؟ لأن العشيرة التي تعيش في هذه المنطقة هي التي تحمي هذه القطع وهذا التراث الثقافي والتاريخي لديها هذه من ناحية من ناحية أخرى لدينا هنا في المتاحف برلين تعتبر مدينة دولية ومتعدد الثقافات والمتاحف إلى الآن لم تلعب بعد هذا الدور الاجتماعي الكبير خلافاً للمتاحف البريطاني بحيث أن يتم التوعية وأن نشر الثقافة أيضاً بين العائلات ليس فقط الألمانية إنما العربية والتركية المتواجدة هنا أن يتم توعيتهم من أجل تراثهم الثقافي فالعالم الإسلامي كان دائماً مرتبطاً بكل بلدان العالم وهذا أثر على الثقافة الأوروبية وبالعكس أيضاً أن ننشر معلومات عن الفنون الإسلامية بين الأوروبيين وهذا يؤدي إلى الاحترام وهذا الشيء حاسم نعم لنعود من أفغانستان أو ننتقل إلى المنطقة العربية التي تشهد تغيرات سياسية حالياً هل تتوقع أن هذه التغيرات السياسية التي تشهدها هذه المنطقة العربية قد تساهم في تغيير مفهوم المتحف في هذه البلدان أو في تغيير مفهوم التراث الثقافي لدى الشعوب هذه المنطقة؟ أعتقد ذلك في الماضي أيضاً في مصر وفي سوريا وفي ليبيا كان هناك عمل حثيث من أجل الحفاظ على التراث الثقافي على السعيد المحلي وعن طريق التعاون الدولي وكان هناك تنقيبات من علماء هذه البلدان بتعاون مع علماء دوليين ولكن ربما من جراء هذه التحولات إذا تغيرت هذه المجتمعات فمن المهم أن يكون هناك معرفة لتاريخ هذه الشعوب أظن أن هناك ثقة بالنفس أكثر من أجل مواجهة المستقبل إذا كانت هناك معرفة بتاريخ هذه الشعوب وهذه الشعوب تستطيع أن تفتخر بما لديها من تاريخ بما في ذلك العلوم والعلوم الهندسية والرياضية فأوروبا كانت تصحراء نذاك في العصور الوسطى وهذا ربما يعطي تفاؤلا وثقة بالنفس كبيرة للبلدان العربية وأظن أن المهم بأن السياسة تعنى أيضا بحماية المتاحف بالطبع هذه الأشياء تحتاج أيضا لتمويل كبير ولكن من مهمة السياسة أيضا أن تفتح المجال من أجل توفير المتاحف في سوريا في راس شمرة أو في الجيزة في مصر أن يتم الشرح هذه المقتنيات في المتاحف هذا أفضل من فقط شرح ذلك عبر الكتب هل لديكم مشاريع تعاون قادمة مع البلدان العربية ولو باختصار لو سمحت باختصار شديد حاليا ليست لدينا مشاريع جديدة لدينا تنقبات في سوريا ولكن لا يمكن الاستمرار في ذلك حاليا ولكن هناك تفكير لدينا متحف مصري في ألمانيا ليس مجديا أن نقيم متحفا مشتركا في مصر بما في من أجل عرض الفنون الأوروبية أيضا أنا أظن بأن مثل هذا التباتل يكون مجددا للغاية أعزائي المشاهدين نشكركم لحسن المتابعة أذكركم بأن يمكنكم متابعة الحلقة مرة أخرى على صفحتنا على الإنترنت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر